السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين اتناش حزيران يونيو طبعا اليوم القمر موجود في الحمل عنا زاويتين بطيئات اجداد ظهروا على الساحة اليوم في ايجابية عالية جدا عشان هيك تكون تركزوا معي على كيف تكسبوا القمر الآن موجود في برج الحمل يعني خلال هذا اليوم هذا القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاظافر وحلاقة الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و52 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين بعدها بده ينتقل لمنزلة البطاين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء القمر بما انه موجود في برج الحمل معناته بظل اليوم في عنا طاقة عالية كبيرة واكثر من يوم امس الطاقة هاي بتيجي للعمل اكثر شيء وللحركة والنشاط منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في بعض تسرفاتنا او نتهور او يطلع مننا بعض الكلام اللي يكون جارح شوي يجب ان نحذر اكثر على طرقات من السرع الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية طبعا في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وايضا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفلة ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم زي ما ذكرت في عنا زاويتين جداد ظهروا على الساحة والتنتين لهم علاقة بعطارد الاولى هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي تأثيراتها من اليوم 12-6 ولغاية يوم 18-6 طبعا ذروتها يوم 15-6 الساعة 4-9 دقائق عصرا هاي الزاوية بتسبب لنا نوع من انواع التعب والقلق وبنصير عنا ميول للاكتئاب بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن وما عنا تركيز متقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي بضر بصحتنا واغلب الاشخاص بكونوا عصبيين اما دوليا فهي بدل على انتقاد الصحافة والجرائد لا تراجع مردودية القطاع الفلاحي او الصناعة الثقيلة ومؤسسات الدولة وممكن تشهد هاي الفترة اضطراب او احتجاج لتحسين اوضاع اليد العاملة في قطاع التعبين والمناجم والمواصلات والاتصالات وتحسين اوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة او فساد في بعض مؤسسات الدولة او مؤسسات المالية او الامن الوطني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين الزهرة يعني هنا عطارد مع الزهرة ايجابية ومن 12.6 الى 21.6 وذروتها يوم 17.6 في تمام الساعة 3.29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية تجعلنا ميالين للتسامع مرحين خفيفين الروح وهذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بتقدر تستفيد من الراحة اللي بتوفر لها اليك هاي الزاوية بالدعوات او تلبية الدعوات او التسلية او السفريات القصيرة اما ايجابيتها فهي بتدل على توجه وسائل الاعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع اخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية والانتاجات الفنية وعطائهم وبرضو بتزيد من اهتمام المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئات الشباب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي حكينا انه تأثيراتها مستمرة ليوم عشرين ستة اه طبعا بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبة او رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والافراط في الاكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم ستة وعشرين ستة طبعا ذروتها يوم تسعة عاش ستة الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميلة تتبع احلام ومشاريع خيالية مش موجودة على ارض الواقع وبرضو بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب وبرضو من ممكن ميلة حل بعض مشاكلنا باللجوء للكحول او الادوية او المخدرات او المهدئات يعني منهرب من الواقع وبرضو بتعرضنا لوعكات صحية غامضة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي مستمرة تأثيراتها ليوم 14 ستة بتزيد من حد الذهنة وحدسنا ونقدنا بتمنحنا حب للعدالة والاهتمام الاكبر بالامور الغامضة بتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها ليوم 15 سبعة طبعا هاي زاوية ذروتها يوم 19 ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر هاي زاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني او الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية او مركز اكثر اهمية بتزيد من احساسنا بالامن وبرضو بتعطينا نوع من انواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا الا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي زاوية طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم 13 ستة بحقق البعض تقدم على حساب الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي زاوية تحديدا بدي اركز عليها شوي في حلقة كاملة عن هاي زاوية ولكن بدي ارجع اذكر على نقطة انا ذكرتها في هاي زاوية الان يعد بتصير هاي زاوية زاوية التربيع السلبية بين المشتري وبين بلوتو وانا تأثيراتها من يوم 22 أربعة واحنا منذكرها وليوم 22 ستة وهي شغالة فعالة وانا انه هاي زاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي او الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لانه وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير وانا انها هاي زاوية بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بالضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في قطاع الاقتصادي او المالي بالخصوص وتراجع في مداخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه وهذا الاشي حاليا موجود اما بالنسبة للحدث اللي انا بدي احكي عنه اللي هي قلنا انه في هاي الزاوية ممكن تقع تفجيرات او حرائق من طرف ايدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد وبرضو ذكرت فيها احتمال وقوع كوارث طبيعية كحرائق الغابات وشددت على هاي النقطة اكثر من مرة وكان فيه زاوية اخرى برضو حكيت عن حرائق الها علاقة بالغابات وفي حلقة المريخ برضو ذكرت حرائق الغابات انه المريخ في برج ناري الان شوفوا الحرائق اللي بتصير في كندا لوين وصلت نيرانها ودخانها لنيويورك وغطت الدنيا كلها وعمل ازمة عنيفة جدا وهاي رح تضر بالمناخ لأشهر قادمة فعشان هيك الزاوية دائما خدوها بعين الاعتبار دائما ركزوا عليها ركزوا على الكلام او مضامين الكلام ودائما خلوا في حيطة وحذر من هاي الزاوية حتى لو الشيء ما صار ولكن الاخذ الحذر مطلوب اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل او ذروتها اليوم وتاثراتها اليوم اول زاوية هي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذكرناها يوم امس لانه قلنا انه هاي الزاوية الساعة 11.39 دقيقة من مساء يوم الاحد ولكن تاثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الاحد وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين يعني هاي الزاوية رح تظلم اثرة ليوم ظهر يوم الاثنين زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين الزهرة يعني رح تأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم والمصالحة والتقارب والتواصل وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا انه نعيش اوقات ممتعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايضا ايجابية وهي المرة بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة 12 و35 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الاثنين يعني تأثيراتها بتبدأ من منتصف الليل من بداية يوم الاثنين وحتى نهاية يوم الاثنين بسبب هاي الزاوية بتعطينا فرص للحصول على مكاسب مالية بنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا تعطينا نوع من انواع الحماسة وهذا الوقت بصير مناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة برضو اليوم اللي بيشتغلوا في الكوادر الطبية انه نسبة العمليات الجراحية بتكون قليلة يعني بمعنى اخر في نشاط وحركة وقدرة على الكلام وبلاغة وفصاحة وايصال المعلومة للترويج وايضا الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل جنسية اليوم بيقدروا انهم يعالجوها لانه هذا يوم مناسب لهاي الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي ذروتها الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الاثنين وبتستمر حتى مغرب يوم الثلاثاء تؤمنوا لي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اطلاق المساندة والدعم من الاصدقاء من اتجه لتغليب العقل نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية يعني بمعنى اخر ثلاث زوايا قوية اليوم ما اليك حجة انك انك اليوم ما تستغله بكل شيء ايجابي بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا هذا اليوم مناسب لاجراء فحصات او مراجعات طبية او علاجات او عمليات صغرى ولكن بالنسبة للعمليات الكبرى يعني وضعية الكواكب بتساعد على هذا الامر لكل اعضاء الجسم ما فيه اي مشاكل الا امر اللي هو الشرايين لغة القلب المفتوح شوي لانه نقطة ضعف فانا ما بنصح فيه الا اذا كان اضطراري اما بالنسبة لعمليات التجميل فهذا اليوم من الايام القوية جدا بما يتعلق بالتجميل حقن، جراحة، فلر، مش عارف ايش، تقشير، تبيض، تسويت، تغميج، تفتيح، اي اشي، كله منيح وايضا يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد بالليزر ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي لانه القمر بيتناقص بما ان القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء ثلاثة عشر أربعة ولكن مدة خلو المسار أربع دقائق لانه رح يبدأ خلو المسار الساعة ستة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة ستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني ما فيها الوقت لطويل أربع دقائق ما لها هيئة تأثيرات وبعدها بنتقل القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربع وعشرين يوم في تمام الساعة 11 واربع تاشر دقيقة مساء بيصير عمره خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة سبعة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة هي الآن منتحسة بنسبة خمسة عش في المية في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل حتى يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشر سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الثاور حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعة عش ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية أورانوس في الثاور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور في أي مجال أنتو بتشتغلوا فيه وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بأي مجال يعني بمعنى آخر هذا وقت مناسب لا حسم الأمور العالقة أو إيجاد حلول لإلها أو المبادرة بتفعيلها أو بطرح فكرة جديدة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره خلال هذا اليوم أهم شي إنك تتحرك وما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تيجي لعندك لازم أنت اللي تنشط اليوم عشان تحصل هاي المكاسب وحاول إنك ما تضيع الوقت بأمور ما في منها فائدة يعني بنعتبر إنه هاي بداية جديدة لازم تستغلها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في بيت المتاعب ولكن بسبب الزوايا الإيجابية اللي موجود اليوم وسعادة القمر بالنسبة عالية جدا ورغم إنه اليوم هذا بيطلب منك عدم المبالغة في مجهودك الجسماني يعني بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد والعصبيتك ونفسيتك ولغذاءك وراحتك ولكن اليوم تقدر تعزز علاقاتك مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة أو العلاقات الاجتماعية ولكن أي شخص بيوعدك بشيء حاول إنك ما توخذ بكلامه أنت اللي بدك تكون واثق من الأشياء اللي أنت بتعملها عشان هيك الإشي اللي بتعمله هو اللي ثق فيه والإشي اللي أنت بتبادر فيه هو اللي ثق فيه أما من الأطراف الأخرى ما في أي ثقة لحديث ما القمر يوصل لعندك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم رح تنشطوا اجتماعيا اليوم من علاقاتكم ومعارفكم هي المكاسب الأغلب رح تكون من كان من علاقات اجتماعية من معارف من أصدقاء من خلال مناسبة ممكن تنشطوا حتى بالمناسبات الاجتماعية أو الحفلات أو اللقاءات رح يكون عندكم كثير من المكاسب من خلال معارفكم كمساعدة كدعم ورح تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بكثير من الأمور وبإمكانك اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة عندك أحاسيس صحيح متناقضة ولكن بنفس الوقت عندك قدرة أنك تحدد فأتك وين وتستغلها هذه فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء أيضا بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة اليوم للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو عندهم مقابلات عمل أو اللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتقدر تتواصل مع رؤسائك وتثبت ذاتك وتقدم مشاريعك والطالب بأي شيء في مصلحتك حتى اليوم ممكن تكرم على فعل شيء أو عمل أو إنجاز عمل ويكون في نتائج إيجابيلة إلك أهم شيء أنك تخلي كلامك واضح وتكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم ويكون شخصية أو صاحب منصب أو مقابلة مثلاً وهذا الشيء يعني رح يساعدك الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات ولكن ما تكون مهمل وتطنش اليوم وبعدين تقول أنا ما هو حظي هيك أنا ما في مال أنا ما في شغل أنا هيك بادر بادر اسعى وإن شاء الله الأمور بتتيسر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم نشاط عالي جداً حيوية ورغبة بالاتصالات والحوارات والنقاشات بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب اللي عندهم امتحان أو مقابلة أو مناقشة رسالة أو امتحانات جامعية اليوم رح يبدعوا بشكل كبير وبرضو اللي عندهم مقابلات اليوم رح يكون لهم ظهور أو حضور مميز حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر اليوم أهميش إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك بس بدك تناقش بمنطق وعقل وهدوء راجح حالك مرة ومرتين وثلاثة يابل ما تعمل الشيء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية هي اللي مشغل فكركم ولكن اليوم مميز لأنه بيحمل لكم فرصة كبيرة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض أو حل مسألة مالية أو انتهاء من ملف أو قضية أو شيء قديم كنت تحاول إنك تنهي وكان صعب إنك تنهي اليوم ممكن إنك تقدر تتممه وتنجزه بالكامل بس أهم إشي إنك ما تخالف القوانين والإرشادات وخلي كلامك بهدوء وواضح وما تخلي أعمالك ناقصة أو مهملة حاول إنه برضو تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولآراءهم في عندك بعض الاهتمام على المستوى العائلة أو على مستوى البيت الأجواء جيدة ودعملة إليك بقوة وممكن في خبر سار أو فرحة أو يعني اهتمام مميز اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم الشراكات اللي هي شراكات مالية أو عاطفية يعني على مستوى العمل أنت مميز اليوم على مستوى العاطفي مميز اليوم يصلح هذا اليوم للمصالحات للتراجع عن قرار سابق لتعزيز العلاقة مع الشركاء مع الأحبة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني يعني بمعنى آخر إذا بدك تعمل أي شيء خلي معك شخص بتم الأمر يعني معك واحد مرافق لإلك مش شرط أنه يبادر بالأمر لأنه دائما التعاون في هاي الوضعية لما القمر يكون قبالك أنت بتأخذ من طاقة اللي جنبك لأنه طاقتك ضعيفة وبتكثر عندك الواجبات اليوم وبتتزامن فعشان هيك الطاقة ضعيفة ما في خوف عليك ولكن زي ما حكينا استعين بأشخاص طاقتهم ممتازة عشان تمشي أمورك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم على مستوى العمل الأجواء ممتازة جدا اليوم أنت عمليا بتقدر تتمم كل الأعمال الموكلة لإلك وعندك نشاط عالي وممكن تجيك فرصة لعمل جديد أو مقابلة أو بداية عمل أو موافقة على العمل تقدر تنجز كل الأعمال المتراكمة وممكن تجي التعاون بين بعض الزملاء أو دعم من بعض الزملاء أهم شيء أنك تنظم جدول غذائك تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن تبدأ زي ما حكينا مرحلة مهنية جديدة لكن هذا بيعني أنه المرحلة يعني بتكون سهلة وخصوصا بدايتها في هذا اليوم في بعض الأعمال المهمة اللي برضو ما لازم تهملها ولازم تهتم بصحتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر في البيت الخامس يعني اليوم أنت تعتبر من المميزين فلكيا تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذه فرصة مناسبة للمصالحة لتسوية بعض الخلافات وبرضو للتعارف للارتباط ممارسة هواية للترفيه للتجميل لتغيير النفسية نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور مميز جدا ويعتبر هذا اليوم بيحمل فترة إيجابية عالية ما لازم تضيعها من إيدك يعني حاول أنك تتحرك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز كله على البيت وعلى العائلة بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة في فرحة في خبر مميز في إنجاز مميز على المستوى العائلة اليوم رح تهتم فيه مناسبة مولود فراح إشي زي هيك في حركة اليوم رح تكون مبهجة بالنسبة لأيلك اللي بيشتغلوا في مجال العقارات بيستفيدوا كثير اللي بدهم يستأجروا بيت أو يشتروا بيت أو يعملوا صيانة أو ديكور جديد فهذا يوم مناسب عشان هيك بس بدك تنتبه إنه بعض المسائل الخاصة والعائلية تحتاج لنوع من أنواع النقاش المرن بدون عصبية ممكن يكون فيه بعض بعض الاضطرابات اللي هي بعض الأعطال أو بعض المصاريف ولكن مش هالشيء اللي رح يكون مرعب بالنسبة لأيلك بتقدر تتجاوز وبتقدر تحل المسائل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اليوم نشاط عالي جدا وعندكم أشخاص اليوم ممكن تتواصلوا معهم أو تستعينوا فيهم إخوة أو جيران أو معارف وممكن تنطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح عندك قدرة على الإقناع عالي تسويقية ممتازة بالسفريات والتنقلات والاتصالات والزيارات القصيرة والترفيه برضو ممتاز وقدرتك على إيصال المعلومة للحبيب برضو جيدة هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدموا على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب بعض كورة يتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو إلها علاقة بالاتصالات أو السيارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو بيكون عندهم ذائقة مالية واليوم تفرج أو يوعدوا بحلول وفيه منكم رح يحصل على هدية طبعاً اليوم رح تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية وهذا الإشي رح يكون لصالحك حاول إنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية امتلع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ولكن إجمالاً اليوم إذا استغليته بشكل جيد رح تطلع بكثير من المكاسب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر